أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بياناً هاماً وذلك معبد وفد المليشة الحوثية الإنقلابية المدعوم إيرانياً الخميس بزيارة إلى العاصمة السعودية الرياضة وأجدد البيان موقف المجلس الانتقالي الجنوبي المرحب بالمبادرة السعودية للسلام مثمناً حرصي وجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تجاه إحلال السلام الدائم وتثبيت الاستقرار في الجنوب واليمن وقال البيان إن المجلس الانتقالي انتهز هذه الفرصة للتأكيد مجدداً على حرص تحقيق عملية سياسية شاملة ومستدامة تؤسس لحوار غير مشروط لضمان معالجة جميع القضايا وفي طالعة ذلك الإقرار بقضية شعب الجنوب ووضع إطار تفاوضي خاص لحلها كأساس لبدئ جهود السلام والالتزام بمضامين اتفاق الرياض ومخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي اشتركوا في القناة